السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم في الجزء التاني من المحاضرة الرابعة لمنهج الريدوكس تايتريشن في الجزء ده ان شاء الله هنكمل كلامنا عن البوتاسيوم برمينجانيت بعد ما درسنا في الجزء الأول ايه الصفات العامة بتاعته وايه الميزات والعيوب بتاعته هنبدأ ندرس أمثلة لأبليكيشنز لاستخدام البوتاسيوم برمينجانيت يعني هنشوف سامبلز بنحللها باستخدام البوتاسيوم برمينجانيت العنوان الرئيسي هو أبليكيشنز أوف بوتاسيوم برمينجانيت تايتريشنز وطبعا إن سترونج أسيديك ميديم زي ما اتفقنا التطبيقات بتاعتنا هتكون كلها في سترونج أسيديك ميديم أول تجربة وهي تعتبر تجربة بريلمينري جدا وسهلة وبسيطة وهي ديترميشن أوف أجزيليك أسد أجزيليك أسد طبعا يعني المعلومة مش جديدة بيتفعل مع البوتاسيوم برمينجانيت أو الديتمنيشن بتاعته بتعتمد على البرينسيبال بتاحه دايريك تايتريشن للهات سيليوشن من الأجزيليك أسد بتبقى بنسخن لستين لتمانين درجة سيليزية المحلول قبل ما نعمل تايتريشن دايريك تايتريشن للهات سيليوشن أوف أجزيليك أسد أجينست Standard Dutasian Bermanganate Impresence of Sulfuric Acid والEndpoint بتبقى First Pink Color طبعا حاجات اللي مكتوبة بالBold دي كلها حاجات مفتاحية مهمة ان انت تقولها انها Direct Titration ان السلوشن بيكون سخن من 60-80 درجة بتسخر ما بتغليش مجرد بس اب خير هتطلع من المحلول تعرف ان انت وصلت 60-80 درجة وفي وجود Sulfuric Acid والEndpoint هتكون First Pink معادلة التفاعل طبعا مش جديدة خالص احنا درسناها بالتفصيل قبل كده هنلاحظ حاجة يا جماعة يعني لو واحد مركز قوي معادلة التفاعل هنا انا كاتب السهم رايح بس واحنا بندرس في اول محاضرة الوزن بتاع المعادلات كنا بنقول ان السهم رايح جاي ايه الحكاية دي بص يا جماعة هو نظريا R Reducted Reactions فيها احتمال ان هو يكون رايح جاي وبنشوف الحكاية دي كتير جدا فيه كل Reducted Reactions ممكن يمشي كده ممكن يمشي كده لكن الكلام ده غير مقبول في Tytration ماينفعش في اسناء التفاعل يروح ويرجع رجوعه معناها ان اصلا التجربة فشلة ما تنفعش تنفزها لو التفاعل في احتمالية ان هو يرجع تاني بعد ما كان مشي في ال Forward Direction يرجع في ال Backward Direction فاحنا بنكتب سهم رايح لان هو مستحيل بس فيه سبب علمي فيه سبب علمي ليه هو مستحيل يرجع في ال Backward Direction ببساطة جديدة جدا يا جماعة انت في بداية اي Tytration ايه اللي بيبقى موجود في الفلسك؟ بيبقى XS كمية كبيرة جدا من السمبل ليه هنا اوكزاليك أسد؟ بينزل عليها ايه من السحاحة؟ نقطة نقطة من البتاسمبل من جناية نقطتين ثلاث نقطة يعني خلاصة القول ان انت عندك كمية كبيرة من الأوكزاليك مع نقطة او نقطتين من البتاسمبل من جناية فانت عندك High Excess من واحد من التوري أكتنس ده طبعا للوشة الليه برينسبل هيعمل بوشنج للتفاعل في ال Forward Direction بشكل كبير جدا فلذلك وده هيحصل في اي تايتريشن ان دايما في Excess من السمبل بتاعتك ونقطة بس بتنزل من التايتران فالنسبة دي ان في واحد من التو كمبونانس كتير قوي هيعمل بوشنج للرياكشن في ال Forward Direction فشان كده تلاقي السهم رايح بس طيب الواضح وسهل وبسيط لكن المهم بقى الملاحظات بتاعت التجربة التفاعل ده قولنا بيتم On Hot 60 ل 80 درجة ليه؟ يعني اظن بأي تفكير بسيط هتعرف تجيبها لوحدك لان التفاعل ده بطيء والحرارة بتصرعه Speed أو Fast and Zere Action طيب هل لما نفذنا التجربة دي في المعمل وسخننا قبل ما نبدأ تايتريشن أثناء التايتريشن الفلاسك ممكن يبرد منك خاصة لو الكلام ده في الشتاء هل بتروح كل شوية تروح تسخنه عشان لو برد توصله تاني لستين لثمانين درجة؟ لا انت بتسخنه في الاول بس ولو برد بعد كده ما بتقربش منه تاني ليه؟ عارفين يا جماعة لما تكون عربية عطلانة وبنزقها فمجرد ما بتدور بتقوم انت بتكملها لوحدها وبتمشي ما بتحتاجش ان انت تزق على طول هو المطور بتاعها قام دار تهتمشي هي لوحدها بعد كده على طول فانا محتاج اطلع الاولانية بس وهو ده اللي بيحصل بالزبط ان الطلع الاولانية بس محتاجة تسخين ستين لثمانين درجة مجرد ما التفاعل ميشي وضار معانا هيطلع برودكت منجانس المانجانس ده فاكرين السيلف كتالسيز اللي تكلمنا عنه اهو المانجانس ده بيعمل سيلف كتالسيز للتفاعل اللي بيطلعه لذلك هتلاقي في اخر الجملة كاتبلك ايه بعد ما صرعت تفاعل بالحرارة وا 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 then the produced manganis catalyzes the reaction يبقى هو اللي بيشيل المهمة بعد كده مش محتاج بقى تسخين تاني طيب الملاحظة التانية احنا استخدمنا سيلفوريك اسد هال HSL ينفع؟ لانه common اوي ال HSL لا اله سيل كانوت بي يوزد فور اسيديفكيشن للميديم في التجارب بتاع البرمينجانيت زي الاوكزاليك اسي ودي قلناها في اول الكلامنا عن البرمينجانيت انه ليه عيب انه بيتفاعل مع الكولورايد اينز بسهولة جدا فاله سيل لو موجود هيبقى انترفير مع الاند بوينت ليه؟ لان البوتاسيان برمينجانيت سيليوشن هيتفاعل مع الكولورايد اللي في الميديم ويأكسده الى كولورين وبالتالي الاند بوينت هتبع اعلى من الصح لان بوتاسيان برمينجانيت بيتفاعل مع السامبل ويتفاعل كمان مع الـ HSL زيادة فكده هيتطلع اند بوينت اعلى من الصح المثال رقم اثنين من امثلة الابليكيشنز وده مهم جدا في الصيدلة وهو الديترمينيشن اوف فرس اندفيريك ميكترز طبعا مهم ليه يا جماعة لان الفرس ده ما هو الا الروماتيريال بتاعة التابلتس الحديد اللي هي بتبقى فرس جلوكونيت فرس صالفيت فرس فيوماريت اللي بتستخدم في علاج نقص الحديد او الانيميا او كده الروماتيريال بتاعها هو فرس وبيبقى فيه احتمالية كبيرة جدا لوجود دايما فرق كامبيوريتي للفرس ده فتحليل الفرس فرق ميكتر ده مهم جدا في الصيدلة هنبدأ نفهم الميكانيزم المبني على ايه لازم نبقى فاهمين يا جماعة الكلام ده يعني معلومة للتسجرة ان طريق التعاملنا في التايتريشن مع الميكتر ايه الاستراتيج اللي انا بتتبعه انا بيبقى هدفي ان انا اعرف انا عندي دلوقتي ميكتر من تو كومبوننت هدفي اعرف اند بوينت تكافئ او فوليوم يعني من التايترنت يكافئ الكمبوننت الاولاني الوحده واند بوينت تكافئ الكمبوننت التاني الوحده وبعد كده احسب فاكتور وكنسنتريشن لكل واحد منهم على حدة لا بحسب فاكتور لتوتل ولا كونسنتريشن لتوتل انا بفض الاشتباك ما بينهم الاول وطلع للاولاني اند بوينت تكافئ للتاني اند بوينت تكافئ وفاكتور وكنسنتريشن لكل واحد منهم على حدة بعد كده طب ازاي افض الاشتباك ما بينهم في اكتر من استراتيج استراتيج الاولانية ان انت تجيب end point للأولاني بعد كده end point للتوتل تطرح ناقص الأولاني تقوم جايب التاني زي ما خدنا في الاسد بيست دايدريشان ميكتشار HCL كنا بنجيب end point للتكافئ HCL end point تكافئ التوتل الاتنين على بعض تطرح التوتل ناقص الـ HCL يجيب لك الاسدك وهي دي الاستراتيجي اللي هنستخدمها مع الفراسفيرك بس في استراتيجي تانية ان انت تجيب end point تجيب الأولاني الواحده وend point تجيب التاني الواحده بطريقة ما مش هتعد علينا في الفراع الـ Reducts Tytration بس في روع تانية هنشوف الموضوع دا فانا كده بفصلها عن طريق ان انا بعمل Selectivity للميكتشار تجيب لي مرة دا الواحده ومرة التانية تجيب لي التاني الواحده الاستراتيجي التالتة وده شفناه في الاسد في حالة الهيدروكسايد والكربونيت والبيكربونيت الميكتشار دي الاستراتيجي ان انت تجيب الاولاني وكل التاني نص التاني يعني ببقى فيه اجزاء كده وتقعد بشوية معادلات حسابية تفض الاشتباك زي ميكتشارز الهيدروكسايد كربونيت والكربونيت بايكربونيت في الاسد بيز تايتريش في تجربة النهارده اللي احنا بندرسها دلوقتي Determination of Ferrous Ferric Mixture هنستخدم الاستراتيجي الاولانية ان انا هجيب end point تكافئ الفراس لوحده end point تكافئ التوتل اطرح او مجايب الفرك طيب نشوف مع بعض يعني انه هيبقى عندنا هنا فلسكين منفصلين كل واحد فيه عشرة ميلي سامبل والتاني فيه عشرة ميلي سامبل مختلفين تماما في الفلسك الاولاني هنعمل end point يعني دي الstep 1 في التجربة هنعمل end point للفراس only تكافئ الفراس only هتتم ازاي انت عندك ايه في الميكتشر فراس وفرك لو جيت اعمل بالبوتسيام برمينجانيت مين في دول يتفاعل مع البوتسيام برمينجانيت طبعا الفراس ده اللي هو ال reducing agent يتفاعل مع البرمينجانيت البرمينجانيت يوم ما اكسده يطلع فرك لكن الفرك ما يتفاعلش يعني لو فعلناه مع البوتسيام برمينجانيت الفراس يتفاعل والفرك ما يقربش لان الفرك برضو oxidizing agent زيه زي البرمينجانيت ما يتفاعلش معاه طب الفراس يتفاعل مع البوتسيام برمينجانيت هيتحول الى ايه في كبرودكت هيتحول الى فرك يبقى انا لو جبت الفلاسك بتاع السامبل 10 ملي سامبل وعملت له على طول titration باستخدام بتاع السامبر منجانيت في وجود برضو ضايل سالفوريك هيتفاعل الفراس فقط وتطلع ال end point مكافأة للفراس فقط قادي المرحلة الاولية خلصت المرحلة التانية عاملها ازاي ان انا عايز اجب بقى الاتنين على بعض فراس وفرك على بعضه total يعني end point total انا عندي دلوقتي فراس وفرك المعلومة اللي عندي بتقول ان الفراس بس اللي يتفعل والفرك ما بيتفعلش طب ايه رأيك لو الفرك اللي موجود في السامبل حولناه الى فراس هو كمان فكده هنخليه يتفعل فتل احنا هنعمله طب التحول ده يعني عملية ايه يعني هتعمل reduction للفرك اللي موجود في السامبل باستخدام ري ايجنت اسمه ستنى سكولورايد ده مشهور جدا reducing agent مشهور جدا هنحول بي الفراس الفرك الى فراس يعني نقدر نقول ان انا عندي دلوقتي مصدرين للفراس في المحلول فراس اصلا موجود في السامبل وفراس طلع من الـ reduction بتاع الفرك content اللي موجودة في السامبل كده انت عندك السامبل للطرفين جاهزين نقوم عاملين direct titration اجنس standard برمينجانيت اللي اتنين دول هيتفعلوا ويدوا في الاخر فرك وتبقى دي end point للتوتل تطرح التوتل نقص end point فراس ثم جايب الفرك ده كده يعتبر ملخص او مخطط يوضح لك الـ principle هنشوف بقى الكلام ده هنكتبه ازاي او يتقالك كلام او كتابه ازاي في السلايط الجاية ان شاء الله اعتمادا عن اللي فهمناه نقدر بقى نقول الـ principle بتاع الفراس فيرك ميشر بالطريقة اللي هنشوفها دلوقتي step 1 بنعمل for end point فراس only direct titration للميشر اجنس standard برمينجانيت impresence of sulfuric acid والend point first pink وهده معادلة التفاعل بتاع الفراس مع البرمينجانيت خدناها قبل كده بالتفصيل كده انت جبت الفراس only لستيبت تانية ازاي اللي هي total فراس and ferric another 10 ميلي جداد خالص من الميكشر ناخد 10 ميلي لسه ماستخدموش جداد من الميكشر في فلاسك منفصل ونحط عليهم stanna scolaride اللي هو reducing agent مشهور جدا ودايما بيستخدم impresence of HCL وجود الـ HSL مع الـ stanna scolaride بيزود reducing power بتاعته وجود الـ HSL مع الـ stanna scolaride بيزود reducing power الـ stanna scolaride طيب الـ stanna scolaride هيعمل ليه بقى لما يتحط على السامبل بنعمل reduction بيعمل reduction للفرك into ferrous طيب نقرأ الجملة دي مع بعض وهنفهم معناها دلوقتي يعني انت بتجيب 10 ميلي سامبل التجربة يبتتم كالتالي 10 ميلي سامبل ونحط عليها يعني خطوات التجربة مش هسألك فيها بس انا بفهمك عشان هيدبني عليها اللي انا هقوله دلوقتي بنجيب 10 ميلي سامبل يعني فيه فرس وفرق نحط عليهم كونك hcl في الاول عشان نمهد الميديم كده للستانا سكولرايد ان نشتغل صح و نحط بعد كده احنا عايزين بقى نحط استانا سكولرايد يعمل reduction للفرك into ferrous ونحطه بحيث ان هو يكف الفرك يعني كل الفرك تتحول الى ferrous هكشفها ازاي دي يعني انا هزبطها ازاي انت لما بتحط hcl على الميكشر اللي بالمنظر ده فالفرس والفرك بتحولوا الى coloride salt الفرس coloride لونه باهت وعادي مش غامق ولا حاجة لكن الفرك coloride شفتوه بعينكم كتير في المعامل الكيميا لونه غامق لون اصفر غامق او يكاد يكون برتقاني فواضح قوي فالعلماء لعبوا على الحتة دي قال لك تجيب الاستنس على الميكشر بعد ما كان حسلة حط خلاص لحد ما اللون اللصفر بتاع الفرك coloride يختفي يبقى انت كده كل الفرك دي علامة ان كل الفرك تحول الى فرس طيب زيادة اطمئنان عشان ممكن تكون عينك مش شايفة قوي او كذا او فروق فردية بين الناس يوم قيل لك حط من عندك زيادة زيادة عن اللي كان مكفي ان اللون يروح عشان تبقى انت كده ضمن ايه ان كل الفرك تحول الى فرس ظهرت مشكلة هنا هل دلوقتي فيه ستنى سكولورايد زيادة عن اللي السامبل محتاجة ولا لا فيه فيه موجود احنا لقصدين كده عشان نبقى في السيف طيب الزيادة دي قد مشكلة لان لو فضل لحد التايتريشن هعمل تايتريشن اجنست برمينجانيت الاستنى سكولورايد ده او رديوس اجنت حتى لو مش سترونج وال بتاسين برمينجانيت فالتنين بيتفعلوا مع بعض فالاستنى لو فضل موجود الزيادة حتى لو النقطة زيادة هتفضل موجودة لاخر التجربة هتقوم متفعلة مع البوتاسين برمينجانيت تايتريشن يبقى انت كده بواسط الدنيا ما الحل مش عارف افصل يعني انا دلوقتي مش هقدر اختار الزيادة من الاستنى الزيادة اطلعه من المحلول مفيش حاجة تتورهوني هو فين وهو العلماء وجدوا طريقة سهلة جدا وبسيطة ان هو دلوقتي في استنى الزيادة في الميديم ايه رأيك نحط رياجنت عليه يتفاعل مع الزيادة دي بس ويحول الى صورة ان اكتف لا تتفاعل مع المتسم بالمينجانيت هو ده اللي اتعمل ولجأنا الى مادة الميركريك كولورايد بنقول ايه الجملة وهوضح لك ده دلوقتي ان احنا بعد ما عملنا عملية بنعمل اديشن لمركريك كولورايد توريموف اكسس استنى لان الاكسس استنى ده لو فضل في الميديم هي اتويل رياجت ويز بوتاسيام برمينجانيت تايترت نشوف مع بعض كده اللي حصل انا عندي فرك عملتله ريداكشن بالاستنى فالفرك تحاول الفرس والاستنى تحاول استنى لاحظوا يا جماعة احن في اول محاضرة قلتلكم ان انت هتبقى حافظ تكافؤات الحاجات اللي احنا بندرسها هتبقى حافظ ان اتنين ثلاث فرس فرس ان التن اللي هو الاس ان اتنين اربعة استنى استنك هتبقى حافظ ان الميركري واحد اتنين لو التلات معلومات دول او التلات امثال مش محفوظين حفظ صم مش هتعرف تكتب ولا تقول اي حاجة في المعادلات اللي انا بعرضها دي فانت عملت الاسطنس والاسطنس نفسه تحول الى استنك هل الاستنك ده يدفعل مع البرمنجانيت لا لان ده اوكسدايزنج ايجنت زي زي البرمنجانيت فانت كده حالت المشكلة اه بس انا قلت ان انا بقى في زيادة من الاسطنس عشان اضمن ان كل الفيرج حصله ده ممكن يعمل مشكلة فالعلماء شلوه ازاي بنضيف ميركريك كولوريد على الفلاسك بتاعنا فيتفعل مع الاسطنس الزيادة تخيل كده استنس مع ميركريك يدي ايه يدي استنك مع ميركريك فال استنس كولوريد الزيادة هنحوله الى استنك عن طريق اضافة ميركريك كولوريد والميركريك نفسه هيتحول الى ميركريك فواحد يقولك طب ما انت طلعت الميركريك يتفعل مع البرمنجانية الميركريك زي وزي الاستنس فيتفعل مع البرمنجانية يعني انت كنت معاك احمد بقى معاك الحج احمد فرقت في ايه دلوقتي لا في ميزة هنا وده اللي عمل التفاعل ده اهمية ان الصورة اللي طلع فيها الميركريك كبرودك من التفاعل بيبقى موجود في شكل سولت اسمه ميركريك كولوريد وده راصب وبيبقى شكله واضح او اسمه سلكي وايد برسيبتيت راصب ابيض زي الحرير تحس ان في حرير او ضباب كده في الفلاسك بيبقى شكله جميل جدا في المعمل اهم يبقى انا دلوقتي كان عندي زيادة من الاستنص اتخلص اتخلصت منها عن طريق ان انا حطت عليها ري ايجنت اسمه ميركريك كولوريد فحول الاستنص الزيادة ده الى صورة تانية اللي هي اللي استنك صورة لا تتفاعل ولا ما بيحصلش منها مشكلة والري ايجنت بتاع ميركريك كولوريد اتحول هو كمان الى صورة تانية لا تتفاعل لحظوا ان المعادلة دي انا مضطر اكتبها في المولوكلا تكون الاملاح كلها كاملة عشان الكلوريد ده انا مش عارف افصله في الراصب اللي طالع لازم يقبل موجود فمش هيتزبط وزن المعادلة الا لو مكتوبها كلها في شكل الكلوريد صوت زي ما انتم شايفين طيب اللي انا قلته ده هوضحه بمخطط دلوقت في السلايد الجاي عشان برضو يبقى واضح تماما بس نقفل بقى كلامنا ان الخطوة اللي بعديها المفروض نعمل تيتريشن على طول بالبوتاسيام برمينجانيت ونخلص بقى ظهرت مشكلة جانبية وهنعرف حلها كمان شوية المشكلة الجانبية دي هي ان ان انت عمل تحذر طول واحتمال كمان الملح نفس يكون كولورايد فانت الكولورايد مغرق الدنيا دلوقت فالتجربة لو مش تيت كده هيبقى في error لذلك هنلجع بقى للرياجنت اللي احنا قلنا عليه في اول للمحاضرة ان احنا هنعمل نحط زيمارمان رياجنت على الفلاسك عشان نمنع الانترفيران صوف كولورايد وبعد كده نعمل تيتريشان اجين ستاندر بتاسم برمينجانيت لحد ما الفلاسك يطلع وتطلع في اللحظة دي end point total اللي اتنين على بعض تطرح التوتل ناقص الفراس ثم طلع الفرق تمام يا جماعة في السلايد دي يا جماعة انا بلخص او بوضح خطوة الريدوكشن اللي احنا اتكلمنا عنها في شكل مخطط كده عشان دي يعني مهم او ان انت اكون متخيل احنا عملنا ايه بالزبط انا دلوقتي بتكلم عن انهي خطوة بتكلم عن وانا بحل للتوتل عملت للفرق اللي موجود في السامبل احاول الفراس انا كلامي دلوقتي على الريدوكشن ده ايه اللي بيتم في بالزبط قلنا ان احنا عندنا الفرق موجود في السامبل مطلوب تحط له كله مفيش اي حاجة تتبق فبنحط على قده بس مش هتعرف لحد ما اللون بيبقى فيه لون اصفر ساعتها موجود في الفراس من ان الفرق محتوط عليه هتش ال فبدي لون اصفر بنحط لحد ما اللون اصفر يروح بس عشان زيادة اطمئنان بنحط زيادة سلايت اكسس نقطتين ثلاثة اربعة مل اصفر بعد ما يكون اللون راح عشان تضمن ان مفيش اي نتيجة ان 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 مش شايف كويس او اي حاجة ان لسه احتمال ان فيه فرق يكون موجود فبحط بزيادة حاجة بسيطة عشان اضمن ان انا كل الفرق حصلوا فخلاصة الموضوع انه يبقى عندي من الاستننس لو فضلت هتبوز التجربة لانها هتتفاعل مع التايتران فنشيلها ازاي قلنا هنحط نعمل نعمل باستخدام باستخدام ايون في صورة ميركري كولورايد ري ايجنت اهو ايه اللي هيحصل الاستننس ده هيتحول الى ستنك كولورايد يعني صورة تستنك لا تتفاعل والميركري ري ايجنت ميركري كولورايد ده هيتحول الى ميركراس كولورايد اللي هي صورة الميركراس اهي بس صورة ميركراس دي ما تبقاش ايون دايب في المحلول ده بيبقى راصب سلكي ويت برسيبت ونون ايون ايون فانت كده الصورتين اللي طلعوا مفيش اولا احنا ليه لجأنا للزيمارمان يعني الدور الاساسي اللي بيقوم بيه احنا قلناها من شوية اللي هو ودي تبقى واضحة وضوح الشمس في دماغك انه ده الدور اللي احنا عمل الموضوع ده كله ليه الفيلم ده كله ليه عشان يشيل من الكولورايد طيب نفهم بقى موضوع لان انا عايز اللجنة بالكامل بسألها نفس السؤال هو ايه الدور اللي بيقوم بيه زيمارمان ري ايجنت مش معنى يعني مع سؤال متكرر هه لان انت زيمارمان ري ايجنت من الحاجات اللي لو اتكلمت عنها انا من طريقة كلامك هقدر افهم الطالب ده بيبقى مذاكر عن فهم ولا واحد بيحفظ الحاجات كده بدون ما زيمارمان ده عالم الماني هو اللي اكتشف الري ايجنت وطبعا يعني كمعلومة هو مفروض من انطقة سيمامان بالالماني زي ما انتم عارفين الناس اللي درست الالماني قبل كده اللي هو اسم النجار في الالماني بس النقط المعروف والمشهور هو زيمارمان لكن هي اصلا سيمامان لو النجار زي ما في الاسماء العربي حد يكون اسمه في اللقب كده النجار فهو ما عندهم في المانيا برضو ممكن يكون لقب بني ادم اسمه النجار او سيمامان فاحنا هنقول زيمارمان زي ما متعارف عليه زيمارمان الري ايجنت ده اول ما هتبدأ تتكلم عنه لازم تعرف الكمبونان بتاعته ايه هو متكون من ثلاثة مانجان سالفيت سالفوريك أسيد فوسفوريك أسيد يبقى انت في معلومتين مهمين دلوقتي زيمارمان اصلا حطينه ليه لو انت استحضرت استحضرت المعلومتين دول هتلاقي نفسك عارف تكمل الاجابة وتتكلم بطلاقة المعلومة الاولى ان انت حطيت زيمارمان ليه عشان اعمل المعلومة التانية هو مكور من ايه من ثلاث حاجات دول بيجوا مخلوطين على بعض وعندك الاجنت اسمه زيمارمان الاجنت مانجانس سالفيت سالفوريك أسيد فوسفوريك أسيد طيب نفهم بقى احنا هنتعامل مع المشكلة ازاي احنا دلوقتي بنتعامل في التجربة بتاعتنا واحنا بنحل الـ مع ثلاثة ريدوكس سيستم برمنجانيت مانجانس سيستم كولورين كولورايد سيستم فررق فررس ترتيب الـ بتاعتهم باللانة الكاتب اعلى واحد فيهم البرمنجانيت مانجانس يلي الكولورين كولورايد اقل واحد الفررق فررس لو تفتكروا يا جماعة ان احنا قولنا قبل كده ان عشان 2 سيستم زيت فاعله مع بعض لازم يكون في فرق في البوتينش الما بينهم اتنين من عشرة فولت او اكتر وكل ما الفرق يزيت كل ما يكون التفاعل اسرع واسهل وكل ما الفرق يقل كل ما يكون التفاعل اسعب وابطأ قلنا الكلام قبل كده احنا هنلجأ للستراتيجي دي في حل المشكل ازاي يعني انت عايز ايه عايز سيستم البرمنجانيت ما يتفعلش مع سيستم الكولورين كولورايد يعني مش عايز البرمنجانيت ما يأكسدش الكولورايد هنعمل حاجة تخلي بتاع البرمنجانيت مجانا سيستم يقل فيقرب قوي من الكولورين كولورايد سيستم فما عادش فيه فرق ما بينهم يسمح ان التفاعل يحصل فنمنع التفاعل بين الاتنين اللي هيعمل الحكاية دي مين المنجانا الصالفيت اللي موجود في زي مورمان رئيجا هنشوف زي دي الوقت ظهرت مشكلة ان البرمنجانيت مجانا سيستم انت قربته خلاص من الكولورين كولورايد سيستم فما عادش بيتفاعل مع بعض بس انت في نفس الوقت انت قربته كمان من الفرق فررس سيستم اللي هو المفروض هيحصل التفاعل معاه دلوقت ان البرمنجانيت يأكسد الفررس فلما هو كمان قرب من الفرق فيه تفاعل هيتم بس اصبح التفاعل في اللحظة دي اصعب وابطأ لان انت خليت الجاب ما بينهم الفرق ما بينهم قل بسيطة خالص ولا تزعع لنفس زي ما قللت البوتنشا بتاع البرمنجانيت منجانا سيستم قلل البوتنشا بتاع الفررق فررس سيستم من تحت شوية عشان تحافظ على الفرق الكبير ما بينهم فيمشي التفاعل بسهولة وبسرعة بدون مشاكل مين اللي هيعمل تقليل للبوتنشا بتاع الفررق فررس سيستم هو الفوسفوريك أسد اللي هو الكمبونان من اللي موجود في زي ما المان ريجل يبقى ده كده مخطط يقولك احنا هنتصرف ازاي لكن كتابة الكلام ده بقى التلاتة الكمبونانس اول واحد فيهم المانجانس صالفيت شغلته ايه بيزود المانجانس ايون في الميديم وده يسبب common ايون افكت هيقدي الى نقص البوتنشا بتاع البرمنجانيات مانجانس سيستم وبالتالي بريفينت ان البرمنجانيات يعمل اوكسيديشن لاني كولورايد موجود في الميديم لو تفتكروا ده عشان تفهموا ده بوضوح لازم ترجع للمحاضرة اللي فاتت اللي هي فيها الفاكتورز افكتنج بوتينشا وبنشوف نيرنست اكوشن ونيرنست اكوشن بيزيد بقى في البسط ولا في المقام ونشوف الكاسر هصال له ايه ارجع في تحت عنوان هتلاقي ان احنا المانجانس يعمل دكريز في البوتينشا بتاع برميجانيت مانجانس ساعتها انا سألتك او قلتلك انا ايه اللي خليني اقلقى ان انا اضعف قوة البرميجانيت رو طالما هو يعني ربنا مخليه قوي او 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 اضعفه في حالة زي اللي قدامك انا بضعفه عن عمد عشان اقلل قدرته التفاعلية شوية لانه مفتري بينزل يتفاعل مع اي حاج انا عايز يتفاعل مع السامبل بتاعتي مع الفرس بس وما اتفاعل مع الكولوريين فبضعفه شوية ازاي عن طريق ان انا بنزل البوتينشا بتاعه وقربه من الكولورين كولوريين طيب الكمبوننت التاني وصالفوريك أسد لازمته ايه بيخلي الميديم أسدك صرونج أسدك طبعا أسدك enough to reduce البرمينجانات into manganus not into manganese دايوكسايد لو كان الميديم نيوترل او weakly أسدك كان البرمينجانات هتحاول لمنجانيس دايوكسايد راسب بني وكده التجربة تضربت لان انت اصلا البرنسبال بتاعك مش مابنى على كده خالص فاهمين اللي بيعمل الحكاية دي سلفوريك أسد زي ما درسنا من شوية تفاعلات البرمينجانات في strong acidic medium بيتحول الى manganus وليس الى manganese دايوكسايد طيب في حتة برضو هنا ممكن تلفت نظر الطالب الشاطر المذاكر احنا خدنا في افكت وحنا بتدرس الفاكتور زي افكتنج البوتينشيال خدنا البي اتش وعرفنا ساعتها ان البوتاسيوم برمينجانات بيبقى لي higher oxidizing power يعني stronger oxidizing agent في strong acidic بيتح وقلنا ساعتها ان عند بيتح واحد واقوى من بيتح ثلاثة واقوى من بيتح خمسة لان الاسد مع البرمينجانات بيزود البوتينشيال انت هتلخبطنا ليه يعني دلوقت السلفوريك أسد ترسنا لحضر رأس اللي فاتت ان الاسيديك ميديم ده او السلفوريك أسد يزود البوتينشيال بتاع البرمينجانات وبتقول دلوقت ان المانجانات صالفيت بيقل البوتينشيال هو هيزيد والله هينقص هما الاتنين بيعكسوا تأثير بعض اولا انا لازم من فهمي لدور زيمار منر ايجنت لازم المحصلة النهائية لإضافة زيمار منر ايجنت ان البوتينشيال بتاع برمينجانات منجاناس او القوة بتاعت البرمينجانات تقل ولا تزيد تقل قولا واحدا انا احطه اصلا عشان كده مضاف للتجربة علشان يقلل البوتينشيال بتاع البرمينجانات منجاناس سيستم فدي نتيجة النهائية اللي لازم هنوصل لها فلو حتى السلفوريك بيزود البوتينشيال فالمنجاناس هيبقى تأثيره انه يقل البوتينشيال المنجاناس سلفوريك اقوى بكتير قوي من تأثير السلفوريك بطريقة اخرى حابب اقولك ان احنا بنعتبر ان الديفولت بتاع البرمينجانات انه دايما مع سلفوريك هو كل تجربة حتى تلاقيني كاتب في العنوان في يعني هو الاساس فيه انه مع سلفوريك ده على طول موجود انا بتكلم وماذا بعد السلفوريك بقى هعمل ايه هنا بحط منجاناس سلفوريك يقل للبوتينشيال يعني مقارنة ببرمينجانات فوجود سلفوريك لما في زمر منري ايجنت البوتينشيال هيكون قل يعني انا هعتبر زي بقولك ان الاساس بتاع الاصل اللي مايخلوش يتفعل طيب الكمبوننت التالتة هي ايه فوسفوريك اس خدنا المحاضرة اللي فاتت مع فاكتورز افكتنج بوتينشيال ان الفوسفيت عنده قدرة ان هو يكون مع الفيريك ده هيؤدي الى دورين هيقل البوتينشيال بتاع الفيريك في فيحافظ عليه بعيد عن البرمينجانات فيعمل ايه هيخلي الفرس مور ازلي اكسدايز اللي هو فرس الكمبوننت اللي موجودة في المحلول دلوقتي هيخليها مور ازلي اكسدايز باي بيرمينجانات والفهم الموضوع ده اكتر لازم ترجع للفاكتورز وتشوف نيم نستيكوشن شكلها ايه وتشوف انا بزود في البسط ولا في المقام فيقل اللي يخلي البوتينشيال النقطة رقم اثنين في الدور اللي بيقوم بالفوسفوريك اسد ان هو بريفينت الييلو كالر اوف فررك فرم انترفيرنس وذ ديكشن اوف اندبوينت يعني الفررك وهو موجود في شكل فررك طبعا نتيجة الكولورايد اينز اللي في المحلول لونه بيبقى اصفر بيعمل انترفيرنس مع لون الاندبوينت فاحنا بنمنع الكلام ده لما بنعمل colorless complex مع الفوسفوريك اسد بين الفررك والفوسفوريك اسد او الفوسفيت اين يعني خلاصة القول يا جماعة ان الفوسفوريك اسد هنا بيقوم بدورين اعتمادا على انه بيكون stable colorless complex مع الفررك الدور الاولاني انه ينقص البوتينشل بتاع الفررك في الرس سيستم فيخليه بعيد عن colorless complex مع الفررك فيمنع لونه الاصفر من التداخل مع لون الend point ويظهر سؤال هنا طيب هو الفررك اصلا جيم من اين مش احنا قلنا في الاول ان احنا عندنا في المكتشار فيه فررك وفررك الفررك خلاص امره سهل الفررك عملنا له reduction باللي اسدلنا سكون رايت وحاولنا كله الى فررك طب مال انت بتتكلم عملته الفررك فررك فررك والفررك ده جيم اين يا جماعة انا وانا بقول فررك انا ما بتتكلمش عالفررك اللي كان موجود في المكتشار من الاول انا بتتكلم عالفررك اللي هيطلع كبرودكت من التفاعل مش انا اللي عندي في الفلاصك دلوقت كله فرص وهعمل حطيت زي مرمان وهعمل تيتريشان برمينجانيت لما بيتفاعل مع الفرص يطلع ايه كبرودكت من التفاعل يطلع فررك هو انا كلمة على الفررك ده اللي بيتكون كبرودكت اثناء التايتريشن ولذلك الرد على السفسار اللي كنت بقوله ده في الكلمة بسيطة قوي اللي هي فورم ستيبول كالروليس كومبليكس مع مين فررك بروديوز فروم زر اكشن بروديوز فروم كلامي هنا على الفررك اللي طالع اثناء التايتريشن واعتمادا على ده الجزئية ده بس ممكن يجي فيها سؤال بشكل من اتنين ممكن اقولك ان اثناء التايتريشن طالب وهو بيعمل التايتريشن لقى ان مع بداية التايتريشن في لون اصفر بيتكون وبيزيد كل ما يمشي في التايتريشن ايه تفسيرك للظاهرة دي ساعتها التفسير ان الطالب ده نسي يحط زيمار مانر ايجن فكل ما هو شغال في التايتريشن عمال يطلع فرك في شكل الكولورايد طبعا ففر الكولورايد اصفر 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 فبيت قال الاصفر مش يخليه شوف الاندوينت ممكن نفس السؤال بس بصيغة مختلفة ان اقولك طالب عمل تجربة الميكتشار دي without addition of زيمار مانر ايجن او نسي يحط زيمار مانر ايجن ايه العلامة اللي هتحصل او ايه الانديكيشن اللي هيشوفه يقله او يعرفه ان هو نسي زيمار مانر ايجن العلامة ان مجرد ما هيبدأ تايتريشن هيبدأ يظهر لون اصفر في الفلسك وطول ما هو ماشي في التايتريشن اللون الاصفر ده بيزيد كده هيبقى ده انظار انتن سي تحط زيمار مانر ايجن من فضلك عيد التجربة من الاول تاني وصلت يا جماعة ده كده كان ملخص للدور اللي بيقوم بيه زيمار مانر ايجن اللي كان هدفنا فيه من الاساس هو prevent interference off اللي احنا غصبا عننا مضطرين نسمح بوجودها في المحلول نتيجة الخطوات اللي حكينا عنها قبل كده اخر تجربة هندرسها مع البوتاسم برمينجانيت وهي determination of hydrogen peroxide طبعا ده من الحاجات المهمة جدا في الصيدالة لان كلنا عارفين ان الhydrogen peroxide اللي هو مية الاكسجين بيستخدم كanti سيبتك وبيتبع في الصيداليات بتركيزات مختلفة ف 10 volume 20 volume 30 volume فاحنا هيعد علينا الhydrogen peroxide كتير وهنعرف لان طريقة البرمينجانيت هي طريقة official لتحليل الhydrogen peroxide مبدئيا الprinciple بتاع التجربة سهلة وبسيط جدا direct titration against standard birminganite in presence of self forecast زي اللي احنا متعودين في تجربة البرمينجانيت معادلة التفاعل قدامك هي التريك اللي في معادلة التفاعل ودي برضو قلناها قبل كده ان الhydrogen peroxide اللي هيحصل الاتوم اللي هيحصل لها oxidation هنا هي الoxygen نفسها يعني الكلام هنا ودي الاول مرة نشوف الكلام على مين هنا الاهتمام بمين هنا بالoxygen زرد الoxygen هنا تكافؤها كام سالب واحد خدناها في محاضرات السابقة حسبها تلاها سالب واحد ده استثناء في البروكسايد اتحول الى ايه الoxygen سالب واحد الى oxygen gas شرطه صفر الoxygen number بتاعه صفر يعني من سالب واحد الى صفر increase في oxidation number في عملية اكساد هون فهنا وتقدر توزن المعادلة وتعمل كل خطوات الوزن عادي بس هيبقى كلامك وتركيزك على الoxygen هو ده الاتوم اللي حصل لها اكساد اهم ان تجربة سهلة وبسيطة وفيش فيها اي مشاكل وزي ما قلت الطريقة دي مزيتها انها دي الوفيشيال ميسود في الونييت ستيتس فرماكوبية الوسي بي وبريتش فرماكوبية وبالتالي هي طبعا مبدئيا يا جماعة انت طالب اللي بيذكر بطريقة سمارت لازم طول ما انت ماشي كده اي طريقة تعد عليك في الفرماكوبية تجمح لان ده قد يكون هو مفتاح سؤال ان انت او مفتاح سؤال سواء نظري او شاف قول يا ابني امثلة في الفرماكوبية تعتمد على دي نقطة النقطة يا جماعة في امريكا او في اوروبا او في اي دولة عايز يحلل مية اكسجين اللي احنا بنشوفها في الصيدلية دي الطريقة اللي تحليلها اللي هي مسموح باستخدامها وما فيش اي رقاء يعني لو جالك رقابة او تفتيش مايقدرش يقولك تلتة تلتة كام هي البرمنجاني البرمنجاني تايترش اللي احنا شايفينها قدام والامثلة على دي كتير سواء في شركات الادوية او في وحدات التحليل واحنا حصل معنا موقف قبل كده وبيتكرر على طول ان المستشفى الجامعة مثلا محتاجة تجيب بيستخدم للتعقيم في الاسباب مختلفة او في حاجات مختلفة زي هو الطريقة اللي انتوا عارفينها منقصة فبيتقدم لهم كذا شركة فكانوا يبعث ده هيدرون بيركسايد ده هيدرون بيركسايد واسعار بقى مختلفة وتفوت في شكل العلبة قولولنا مين الاحسن في دول يطلبوا مننا ان احنا كناس في قسم الكيمية التحليلية نعرف مين الاحسن في دول انا عايز اقول لكم ان احيانا كنا نحلل نطلع اللي قدامنا ده مية مفيش فيها اي هيدرون بيركسايد نهائي وده طبعا بيحصل امتى لما يكون فيه سوق فيه احكام الغلق بتاع العبوة اللي انت يعني يعني عبوة الهيدرون بيركسايد لازم تكون الغطا بتاعها محكم الغلق جدا لان الهيدرون بيركسايد لو تعرض للهوا بيتكسر وبعد شوية تيجي تستخدمه تلاقي عبارة عن مية مفيش فيه هيدرون بيركسايد خالص فلازم يكون محكم الغلق جدا فدي طريقة تطبيقاتها كتير جدا وزي ما قلت لك هي في الفارماكوبية الشهيرة زي وبكده نكون خلصنا المحاضرة الرابعة في منهج وزي ما احنا اتمنى انها تكون سهلة وبسيطة وزي ما احنا شايفين ان هي مفيش فيها مخك ما بيتعبش قوي زي المحاضرات اللي كانت في الاول اللي فيها اساسيات النظرية للموضوع وكنت بتتعب في فهم الموضوع ماشي ازاي لكن دي حاجات احنا تجارب وسهل تخيلها بننفزها في المعمل فالموضوع سهل وبسيط ان شاء الله فبشكركم شكرا جزيلا على حسن استماعكم واتمنى لكم كل التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته